ومن بين الإجراءات التي أقرها إليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تفتيش أي تلميذ يذهب إلى المرحاة قبل وبعد مغادرته قاعة الامتحان ما ينفي ما روج له مؤخرا من فرض استمارة تمكن التلميذ المترشح من الذهاب إلى دورة المياه التلميذ عندما يرغب في ذهاب إلى دورة المياه يرفق أحد الأستيد الحراس إلى دورة ولكن بشي ثلاث أستيدة يوقعوا للخروج يعني هذه ربما تكون حاجة جديدة لم تصلنا بعد كما يمنع استعمال الهاتف داخل القاعة وفي الأروقة وبصورة عامة في المركز لا تسمح بمغادرة مراكز الإجراء جميع المؤطرين إلا بعد الانتهاء من فترة الإجراء كما أكدت الوزارة أنه يمنع على الجميع منعا باثا التدخين التلميذ ممنوع عليه يدخل أي وثيقة وكراس إلا في بعض الحالات يدخلوا مع الوثائق في لبسهم لا نستطيع أن نرقب كل شيء وفي حالة ثبوت حالة الغش يحرر رئيس المركز والحراس تقريرا موقعا من طرفهم لمودجا مرفقا ويرافق أحد الحراس المترشح المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه الاعتراف بالغش كتابة طبعا ما نتركوش هنا كأننا مسؤولين رأهم مسؤولين عن هذا الشيء ما نتركوش مستحيل باش تلميذ يرفض كل رأس على مرأة من الجميع ويدخل به قلت إذا كان ممكن أوراق كما نسموه إحنا الحروز هنا يعني هذه تتجاوزنا ولكن أثناء الحراسة الواستد الأساتد الحراس رأهم بالمرصة لهذا الشيء رأهم واقفين الإجراءات التي تفرضها وزارة التربية للحيلولة دون وقوع حالات الغش للحفاظ على مزداقية الشهادة تثبت التجربة في كل مرة وجود ثغرات يتمكن من خلالها المترشحون من الإفلات من شباك المراقبين